تشارك الجزائر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والاربعين بنحو اربعة الاف مؤلف وعشرين ناشرا بينما تتعالى اصوات النشرين المطالبة بضرورة اصدار قانون جديد ينظم حركة النشر في الجزائر واخرج الكتاب الجزائري من السوق المحلية جناح الجزائر بين الاجنحة الرسمية للدول الممثلة والمشاركة في المعرض حيث لم تعرض الجزائر طوال السنتين الماضيتين في الجناح الرسمي ويستمر الحال في طبعة هذا العام وهذا ما يعكس الحضور القليل للكتاب الجزائري بالمقارنة مع الدول حيث شاركت دور النشر السنة الماضية بنحو الف ومئتي كتاب فقط اما هذا العام فقد وصل عدد الكتب المعروضة الى ما يقرب من اربعة الف كتاب كان 19 دور النشر ممثلة هنا جزائرية في جناح وزارة الثقافة بسميناها الجزائر الجزائر شاركت تقريبا بوحدة ربعميات عنوان في تقريب كل المجالات عن زوج روايات الرواية الاخيرة لوسيني العرج حكاية العربي الاخير غياب الكتاب عن الجناح الرسمي الجزائري هو اشارة واضحة الى مدى اهتمام السلطة الجزائرية بخير جليس وثقافة بشكل عام لكن على الطرف النقيض تحفظ رواية حكاية العرب الاخير لوسيني العرج ماء الوجه الجزائري خاصة انها لقيت اهتماما من قبل رواد المعرض فضلا عن انها من بين اكثر الروايات مبيعا في هذه التظاهرة حمدي شجيع الشرق نيوز القاهرة